إذن للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الاتفاق عن تأثيره أيضا على مسار المفاوضات كيف ستسفيدوا منه أيضا المعارضة السورية السياسية أو المسلحة على الأرض معنا عبر الأقمى الصناعية مباشرة من رياض العميد الركن أسعد الزعبي رئيس الوفد المعارض المفاوض في جنيف سيد العميد مساء الخير أهلا بك معنا روسيا إذن تتوقع تفاهما وشيكا مع واشنطن بشأن حلب هذا الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إذا تم كيف ستسفيدون منه كمعارضة سورية بسم الله الرحمن الرحيم أولا أختي الكريمة لن نتحدث عن اتفاق لأنه لن يكون هناك اتفاق بين كيري والأفروف إلا الاتفاق الوحيد الذي دوما يسجلونه ويرغبون بتنفيذه ألا وهو قتل السوريين وقمع الثورة السورية وهذا ما تحدث به كيري بشكل واضح يعني لو أخذنا قياس زمني للساعات التي يمضيها كيري في روسيا أعتقد هي عشرة أضعاف ما يقضي من الساعات في نيويورك واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية ماذا جرى يعني عندما نسمع أن هناك اجتماع أعتقد أنه يبادر كيري فورا الاجتماع بلافروف عندما يكون هناك احتجاج أو استنكار عارمي أو ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الدول وخاصة دول التي تدعم الشعب السوري وخاصة دول أوروبية فيبادر من أجل امتصاص هذا الغضب وهذا الاستنكار ويمضي عدد عشرات من الساعات لإيطاحت الوقت أمام الارهابي الجزار المجنم بشار الأسد وخاميني لأن نقتلوا مزيد من الشعب السوري يعني سيد عميل حتى لو كان هناك اي اتفاق إذا هناك اي اتفاق وهناك ملامح وتصريحات الآن تقول بأنه ممكن أن يكون هناك اتفاق والشيك بشأن حلب تحديدا يعني ألن يكون هناك أي فائدة للمعارضة لا يوجد إلا فائدة واحدة أختي الكريمة الفائدة التي يمكن للمعارضة أن تقول أن هناك قيام جدية للمجتمع الدولي هو بإبعاد كل الميليشيات الطائفية الإيرانية التي تحتل عاليا منطقة شرق حلب وفتح ممرات إنسانية للمدنيين للخروج وخاصة حالات المرضية ولكن المدنيين يجب أن يخرجوا لقد شاهدنا تماما بيوم العين والعالم شاهد أن النظام ارتكب كثير من المجازر بحق المدنيين الذين خرجوا ظنا منهم أنهم في مأمن ولكن قبل خروجهم وأثناء خروجهم مباشرة النظام بدأ يقتل بهم هناك أكثر من 120 من كبار السن قتلوا هناك اعتقال أكثر من 800 امرأة وطفل حاليا من الذين خرجوا من حلب كما أيضا قام طيران روسي بارتكاب مزرة في حي القبة أثناء خروج المدنيين على المحور إذن نحن نريد محاور آمنة هذا لا يرضى به كيري ولا يرضى به لافروف لأنهم لا يريدون إلا قمع الثورة السورية وتجهيز إعداد الظروف التي تمكن بشال أسد الإرهابي من إعادة سوريا ماذا بالنسبة لكم معارضة سياسية؟ ماذا تقدموا الآن في هذا الملف لمساعدة هؤلاء المدنيين؟ ما الجهود إن كان ربما بينكم وبين الدول الصديقة أيضا للشعب السوري؟ عندنا بعض تقارير من أطبئة بلا حدود تتحدث بأن حلب خاصة الآن أصبحت خالية من الدواء المستشفيات أيضا غير صالحة لمعالجة أي من المصابين ماذا تقدمون الآن؟ أعتقد أولا أي حديث عن أي طلب سياسي أو حل سياسي أو حل حتى إنساني أعتقد لأن الإنسانية غابت والضمير والنخوة وكل الأخلاق من قبل الأمم المتحدة ومجلسنا وكل الدول باستثناء دول التي تدعمنا بشكل مباشر وهنا أقصد الخليج والتركية فقط وأعتقد أن ذلك لا يمكن أن يجدي نفعا الحديث اليوم هو عن ضرورة من يريد حقيقة دعم الشعب السوري عليه أن يقدم سلاح لحماية الشعب السوري كان بيوسع الأمم المتحدة أن تدخل الأغذية عنوة ولكن لم تريد لأن لا تريد أصلا إدخال الغذاء كان يجب على مجلس الأمن أن يفتح ممارات إنسانية عنوة ولكن لا يريد لم ننسى بعد درس العراق ولم ننسى بعد دروس كثيرة في التاريخ كان دور مجلس الأمن فتح الممرات إيصال المساعدات إخلاء الجرحة إخلاء المدنيين وحماية المدنيين هناك مادة رئيسية في مجلس الأمن حماية المدنيين وغدا أو بعد غد يصادف حقوق الإنسان في مجلس الأمن ماذا يقدم مجلس الأمن لحقوق الشعب السوري من أجل أن يحمي لذلك كان واجب على السياسين اليوم الإتلافي تحرك وسيد المنسق العام في الهيئة العليا يتحرك من أجل التواصل مع أصدقاء الشعب السوري والأشقاء من أجل تقديم مساعدات حقيقية وضرورية للشعب السوري وخاصة السلاح الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم المعارضة على الأرض الآن في حلب خاصة إلى متى يمكنها أن تصمد في ذلكل هذا؟ المعارضة صامدة ولن تستسلم ولن تستكين ستبقى في حلب ولكن حقيقة ما يعيق العمل هو ذلك الكم الكبير من المدنيين الذي يعانون أمراضا ويعانون جرحا ويعانون قلة في الغذاء والدواء هذا حقيقة ما يعيق عمل المعارضة لأن المدني عرضة للقتل وما يريده النظام منذ البداية هو الضغط على الحاضنة الشعبية قتل المدنيين ارتكاب مجازل بحق الأطفال والنساء وهذا بالتأكيد يعني يؤثر كثيرا على إداءة الثوار ولذلك عندما طالب الثوار اختبار مجلس الأمن واختبار روسيا الإرهابية بقيادتها بقيادة بوتين كان يريد الثوار اختبار هذا الدور من أجل عملية إخراج المدنيين وكنتم تتحدثون حقيقة نحماية المدنيين عليكم أن تخرجوا المدنيين ولكن الثوار لن يخرجوا وسيبقوا في حلب صامدين وإن شاء الله ستتغير المعادلة قريبا يعني لن نكون هناك في أي نوع عبدا إطلاقا من التسليم أو الرضا بشروط روسيا أو شروط خامنئي أقول للجميع خسئوا تماما ستبقى الثوار في حلب وهناك نتائج إيجابية إن شاء الله تعالى قريبا ستكون في حلب ولكن أعود القول إذا كان المجتمع الدولي جادا في حماية مدنيين وهذا دوره يجب عليه إخراج المدنيين طيب كل هذا وما يجي الآن على الأرض أيضا في حلب عسكريا كيف سيؤثر على سعر المفاوضات أختي الكريمة يعني المراحظ على ما يبدو أن دول العالم وخاصة المجلس الأمن قد أعمض عينيه ربما لا يرى نهائيا ما يجري في سوريا لقد اشتد القصف الروسي وبشار الأسد وخامنئي اشتد غضبهم على حلب فقط عندما بدأت قوات درع الفرات تخرج داعش من مناطق شرق حلب وداعش هي صديقة الحميمة للنظام والتي وجدت من أجل حماية هذا النظام والقضاء للثورة السورية لماذا سكت مجلس الأمن عن 13 مرة استخدام غاز دي كلور في حلب الشرقية وهو بالأمس القريب قد أدانا النظام باستخدامه لماذا يصمت للمجتمع الدولي عن ارتكاب هذه المجازر وهو لديه كثير من الوثاق والفقرات والأدوات القانونية التي يستطيع من خلالها حماية مدنيين إذن هناك معادلة قريبة جدا تماما ما بين خروج داعش وكذلك حتى الغارات الإسرائيلية التي يشنها على الإرهابية بشال الأسد لها دور في طغط جرائم هذا النظام لا يعني يخدع العالم إطلاقا هذه المسرحيات التي تجري هنا وهناك حقيقة ما يجري حاليا في حلب من هذا التصعيد لأن هناك الآن بدأ قمع لداعش وخروج لداعش ومعارك حقيقية ضد داعش وهذا لا تريد الاتمتحدة أمريكية ولا تريد روسيا ولا تريد نظام لأن غطاء النظام هو داعش وكذلك القصف الإسرائيلي أيضا هو غطاء للنظام ورأينا تماما سعادة النظام عندما تم القصف لمطار المزال طيب سيد العميد هل تقولون بأن هنا لا يكون هناك أي ملامح لأي حل سياسي في ضل المأساة الآن في حلب وهل نفهم من كلام حضرتك بأن مساعدة المدنيين وإجلاء المدنيين وحل المعركة في حلب هو الأهم الآن والأبدى من أي مفاوضات سياسية بالتأكيد تماما أختي الكريمة إخراج المدنيين هذا ما تعاهد به مجلس الأمن وهذا دوره إن بقي لديه شرف يريد أن ينفذه عليه إخراج المدنيين وهذا من حقه وهذا من واجبه وهذا من ضمن إمكانياتي ضمن أي فصل يختاره أنتم كمعارضة سياسية سيد العميد من خلال اتصالاتكم مع المجتمع الدولي من خلال دعم دول صديقة للشعب السوري يعني كيف تترجمون هذا على المستوى الدولي أنه ربما هؤلاء المدنيون الذين يعيشون الآن في هذا الحصار يقولون ربما ماذا تفعل معارضة سياسية في الخارج إن كانت لا تستطيع ربما إيصال هذا الصوت إلى المجتمع الدولي كيف تردون عليهم أختي يعني لما أتحدث عن صوت أنا أرغب بوضع هذا المثال عندما قام قيصر بالسوري بوضع خمسين ألف سورة لمعتقلين يقتلون بشكل بطرق همجية بطرق وحشية كطرق من قبل بشار وعصابته ماذا كان رد فعل الكونغرس الذي ينادي بالحرية والديمقراطية أو الذي يدعي الحرية والديمقراطية ماذا كانت ردود أفعال العالم المجتمع الدولي ومجلس الأمن المناسبة مجلس الأمن والأمم المتحدة أدانت النظام وقالت أن بشار الأسد المجرم الإرهابي النتن يرتكب مجازر حرب حق المدنيين والتهجير والقصر والقتل الآخرية ماذا كانت النتيجة إذن ليست القضية قضية سياسيين القضية قضية مجتمع الدولي فقد أخلاقه وفقد الضميره وفقد الإنسانية هذه القضية إذن نيذ أن نعول على عفن أشكرك جزيلا أعتدل المقاطعة وأشكرك سيد العميد الركن أسعد زعبير رئيس الوفد المعارض المفاوض في جنيف كنت معنا بلق مصطنعي مباشرة نرياض شكرا لك